وجه وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو بأعداد مقترح متكامل لتطوير منظومة الأداء بمكتبة الخامس عشر من مايو وخطة برامجية شاملة لمركز الثقافة والفنون وإنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الفنون للمعاصر في أسرع وقته كما وجه وزير الثقافة خلال جولته التفقدية لعدد من المواقع الثقافية بمدينة الخامس عشر من مايو بأهمية تزويد المكتبة بأحدث إصدارات قطاعات الوزارة المعنية بالنشر مع أهمية استغلال قاعات المكتبة في إقامة ملتقيات متنوعة للرواد من الأطفال والنشأ كما شدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروع إنشاء مركز الخامس عشر من مايو للثقافة والفنون ليكون جاهزا لتقديم خدماته في أقرب وقته وتقديم مختلف العروض الفنية المتنوعة لرواد المركز فور انتهاء أعمال الإنشاء اشتركوا في القناة